النهاردة هنعمل سابون احلى حاجة ممكن تعمليها منجر اي اضافات هتبي استاذة يعني استاذة في السابون قبيل زي الفل السابون رغوته عالية جدا وزي ما تعودنا هنجرب كل حاجة جوه الفيديو بتنسيش حبيبتي تعملي متابعة لصفحة الفيس وتعمليلي اشتراك في عالم اماني على اليوتيوب واصفات اماني على اليوتيوب ما عندي كيش اوالب اي علب زي دي تقدري تعملي فيها سابون علبة زبادي علبة اي حاجة كمان ازايز الزيت بلاش ترميها هتحتاجيها برضو في وصفة النهاردة وهتعملي احلى اشكال سابون زي ما احنا شايفين كده نبتدي بقى نشيل الازازة بس خلي بالك لقيدك تتعور لان البلاستيك ده ممكن يبقى حامي على اديك هنقطع السابون زي ما احنا شايفين كده السابون ده تصب معي في الفيديو وانا بصور قبل ما اخلص الفيديو يعني المقادير مزبوطة جدا زي ما انت شايفة كده بنقطع السابون حاجة تحفة نعومة والسابون لونه ابيض ما هو اسمه السابون الابيض او السابون البلدي سابون لكل الاستخدامين زي ما انت شايفة كده بص النعومة ناعم بجد فرحونة بيه قوي قوي زي ما احنا شايفين كده السابون اشكال حلوة جدا على فكرة الازازة عميك اشكال حلوة مش عارف بقى جرولي ايه عمالة اعد في السابون بسم الله ما شاء الله مش عارف عدده قد ايه كام مرة دلوقتي عدوا مش عارف عدده كام لغاية دلوقتي عدوا انتم معي بقى وما حوالي واحد وعشرين اتنين وعشرين سابونة حاجة زي كده حاجة تحفة وممتازة لالله نسمي الله ونجرب الرجوة شايفة الرجوة وشايفة نعومة السابونة عاملة ازاي والله من مرة واحدة بس زي ما انت شوفتش بصي بقى بالسفنجل كمان طبعا لسه انا عاملاه فالسابون طري كمان جدا لسه لما ينشف بيبقى احلى واحلى طب هينشف بعد ايه؟ هينشف بعد ساعتين بالكتير قوي لانه هو تصبين وانا بعمله في الفيديو طيب عايزين نصف الزيت هنحط منديل وايبس زي ما احنا شايفين كده اللي هي المناديل المبللة طب ليه يا اماني مش المناديل العادية عشان المبللة هتستحمل معاكي تصفير الزيت انما المناديل العادية هتتقطع معاكي زي ما احنا شايفين كده طب العيار بتاع النهاردة بتاع الزيت وكمان هكتب لكم ان شاء الله المقادير عالفيديو عيوني الاثنين عشان حبيبي اللي طلبوا المقادير مكتوبة دلوقتي انا عملت سبع كبيات ونص من الزيت المستعمل زي ما احنا شايفين كده يعني لتر ونص بالزبط بقولك مقادير اللتر باللتر وبقولك المقادير بالكبيات يبقى اللتر ونص عامل سبع كبيات ونص من الزيت المستعمل حوش الزيت وبلش تبعيه لحد ممكن يرجعلك ويدرك او يدر غيرك لا احنا نستجدمه ونعمل بصبو زي ما احنا شايفين كده هركم بقى الزيت بعد ما صفيته اللتر ونص انظر افضي ربع كيلو من البتاص 250 جرام اللي هي السودة القشور القطرونة اللي بشار حجر تسليك المجاري الاسام الكتير قوي اللي بتاعت البتاص والسودة الكوية هنقلب كويس قوي قوي حطيت كبيتين ونص النص مش مليان قوي وهقولكو اللي دلوقتي من الميا مياه متلجه متلجه لازم الخطوه دي علشان البطاس يبرد معي بسرعة حطيت كوبايتين وربع لاني مش ونص بالزبط لاني ربع الكوباية اللي فاضل من الكوبايتين ونص اللي هم معيار المياه انا حطيت فيه معلقتين من السكر عشان الرغم هو مجلسرين لأيديكي وحطيت معلقة من ملح الطعام اللي هو ملح الاكل العايزي ده زي ما احنا شايفين كده لازم تدويبيهم الاول في معلقتين من المياه او ربع كوباية من المياه اوه هتكتر السوايق السبون مش هينشف معاكي زي ما احنا شايفين كده هدوت بقى قويس جدا خلي بالك على اديكي البس كماما لو اول مرة بالزات تتعاملي مع اول مرة او اخر مرة مفيش مشكلة برضو البس كماما ويحاولي ان انت تحافزي على اديكي تمام كده وما يكونش جنبك اطفال خلي بالك من اطفالك اه دلوقتي انا حطيت لتر ونص الزيت مع البطاز عندك بقى هند بلندر تمام اول ما عندكيش روحي وتعالي عليه برضو هيتصبن وافضل يقلبي لغاية اه مثلا شوفي بقى ساعة ساعتين يعني عملي حاكتك وانت رايحة جاية في المطبخ بتقلبي فيه تمام كده يعني مفيش حاجة صعبة يا جميع بتعملي بالهند بلندر لغاية ما تحسي النتاخ معاكي زي من المنظر اللي هتشوفي دلوقتي بص كده بوريكي المراحل بتاعته لسه شوية اعني بدلت الهند بلندر وعملت كمان بالمضرب عشان اوريكي ان اي حدا عندك ممكن تعملي بيها السابون باديكي او بمضرب سلك بس خلي باليك على اديكي عشان ممكن يترتاشر او بالمضرب اللي احنا شوفنا دلوقتي اللي بالكهرباء اللي هو بنعمل بساعة الكيك والحاجات كده السابون تصبم معايا زي ما احنا شايفين كمان شوفوا المرحلة دي ده التقل اللي انا عاوزي للسابونة شايفين السابونة نازلة نعمة ازاي ولا مكتل ولا خفيف ميا لا انا عايزاء المنظر اللي احنا شايفينه بالضبط كده زي الكيكة التقيلة زي البشاميل برضو تمام كده ده القوامل اللي انا عايزة وصله عمديك بقى زي الزيت يلا بقى زي الزيت التموين فاضية ابتدي ان انت حطي طاعي مثلا الازازة من فوق وحطي السابونة زي ما احنا شايفين كده حاجة سهلة مش صعبة والله وعملتي حاجة خير في البيت بنعمل منه بقى برسيل بنعمل منه كل حاجة طب يا اماني انت قلت بش حطي اضافات وحطتي سكر وحطتي ملح تقداري تستغني اققر برضو هيبقى سابونة بس السكر زي ما قلنا بيحافظ على قدينا بدل الجيرسرين وحاجة عندنا في البيت والملح برضو مفيش حد ما عندوش ملح يعني يعتبر برضو محطيتش حاجة حطيت لمون عصارت لمونتين لمونتين حلوين كده عايزة اززاودي اكتر مفيش اي مشكلة طب اللمون فايدته ايه بحبه جدا جدا حلو جدا للايد وللبشرة بيمنع زفارة الزيت ريحة الزيت ما تبقاش في السابون ابدا ادم حطة لمون كمان اللمون بيخلي لون السابون ابيض بالشكل ده فطبعا بيخليلي لون السابون حلو بيحافظ برضو على قدية بياض ايدي ما يخليش السابون يؤثر على جلدي اللمون فايدته عالية جدا بموت في اللمون لما يكون في السابون ما باستغناش عنه ابدا طبعا زي ما انت شايفة كده صبيته سبته بقى في البلكونة عايزة تغطيه ياريت تغطيه بيبقى احسن طبعا ما يجيش في تراب ولا اي حاجة احلى كمية سابون ممكن تعمليها من لتر ونص زيت ما فيش اكتر من الزيت اللي احنا بنستخدمه بالشكل ده زي ما انت شايفة كده عرفنا الطريقة ازاي نصفيه لو اعتنسي متابعة الصفحة على الفيس واشتراك في عالم اماني ووصفات اماني قناتي على اليوتيوب السلام عليكم ويا ربي يا ربي تكونوا استفدتم